فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي فقال هل لا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري قال شيخ الإسلام رحمه الله حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء وكان يظهر هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة وهي نسبة حق ليست محرمة نعم لما انتسب إلى فارس مع أنه صادق في هذا لأنه فارسي لكن انتسابه إلى الأنصار أفضل لأنه مولى ومولى القوم منهم يعني عتيق للأنصار فيكون من الأنصار فكان الأولى أن يأتي باللفظ الفاضل نعم ويقول يا خذها وأنا الأنصاري نعم قال ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرأة نعم وكما سبق أن الإنسان إذا دافع عن قبيلتها وعن بلده من باب دفع الظلم عنهم فهذا أمر محمود وهذا طلب للإنصاف والعدل لا يلام عليه وهذا نصرة للمظلوم نصرة للمظلوم وأولى من ينصرهم من كان منهم ومن بلدهم ومن قبيلتهم يدفع عنهم الشر ويجلب لهم الخير أما إذا كان هذا من باب الفخر والعصبية ترفع على الناس والانقسام والتميز فيما بين المؤمنين فهذا أمر مذموم فكل لفظ يفرق بين المسلمين فإنه مذموم وكل لفظ يجمع بين المسلمين فإنه محمود وطيب